بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير دايما معاكم احمد المصري من قناة موقع سؤاله قبل المعلومات والصيرات بيجي لبعض الاسئلة كده عن ازاي اوصل الموبايل بتاعي بالشاشة اللي عندي لو هي مش سمارت يعني لو انت عندك شاشة ايا كان الموديل بتاعها او البراند بتاعها او المركب سامسونج الجي تورنيدو باناسونيك سوني ولكن هنفترض ان هي شاشة عادية مش سمارت هتستفيد منها ازاي طبعا انا قبل كده اتكلمت عن ازاي نشارك شاشة الموبايل على الشاشات اللي هي مش سمارت عن طريق وصل او قطعة الكوروما كاست وازاي تحول شاشتك العادية لشاشة اندرويد عن طريق تيفي بوكس اندرويد والفيديوهات دي هتلاقي موجودة في الاي اللي ظهر قدامك الوقت او موجودة في الوصف تحت الفيديو ده ان شاء الله لكن هاخترض أن انت تريد ان اوفر على نفسك الى تكلفة وأنها لا تكلف او دخولكيها والفي نفس الواق님� اتستفيد من الشاشة اللي عندك كل اللي لITCH تعملوه عن انت عندك اي مبايل مش لازم يكون في سمارت فيو او الخاصية اللي هي اسيلها ده اندرويد شاشة سمارت فيو فلو انت الاخصية ده مش موجودة عندك اصلا في عام الموبايل علي الشاشة العادية ل Own كل اللي لحضرتك هتعملوه انت تذهب انتية محل مضايamo او اي شركة كمبيوتر وتسأل على الوصلة اللي اسمها MHL زي اللي ظهرة قدامك في الصورة الوقت طبعا الوصلة دي اللي هي الMHL يوجد منها نوعين في نوع اللي هو الاكتف وفي نوع اللي هو الاسف النوع الاكتف ده بيبقى عبارة عن 2 in 1 او مدخلين مع مدخل او 2 في 1 يعني بتلاقي مدخل HDMI مع مدخل USB وبيبقى خارج منهم مدخل عبارة عن يا اما طايب سي اما مايكرو USB وده طبعا بيرجع لنوع الموبايل اللي معك يعني انت قبل ما تشتري الوصلة دي تبقى عارف هل الموبايل بتاعك من النوع اللي هو المدخل بتاعه او المخرج بتاعه او اللي هو البرت بتاعه مايكرو USB ولا طايب سي فلازم تبقى عارف هذا الموضوع ده قبل ما تروح تسأل على القطعة دي او قبل ما تكرر تشتريها وده بالنسبة للنوع الاول اللي هو الاسف او الاتنين في واحد اما بالنسبة للنوع التاني اللي هو الاسف بيبقى عبارة عن قطعة مربعة صغيرة كده فيها بورت HDMI وخارج منها كابل يا اما مايكرو USB يا اما طايب سي زي ما حكيت لحضرتك الوقت عن النوع التاني اللي هو الاسف كل الحكاية هنا ان انت لو هتستخدم النوع التاني اللي هو الاسف بيكون عندك وصلة HDMI بتوصلها على الشاشة بتاعتك عادي جدا وبعد كده بتاخد الطرف التاني من كابل الاسف اللي هو واحد في واحد العادي المعروف وبتوصله في الكنيكتور او في البرت اللي هو الاسف في القطعة الباسف ديت الطرف اللي طالع بتوصله في الموبايل بتاعك وبعد كده بتدخل على الشاشة عندك وتختار مثلا من زر المصادر على الريموت او اللي هو معروف اسم سورس وبتختار طبعا الHDMI وبعد كده هتلاقي الموبايل بتاعك اتعرض على الشاشة عن طريق مدخل الHDMI بكل بساطة وسهولة وبالتالي في الحالة دي انت مش محتاج تكون شاشتك سمارت ولا محتاج يكون عندك خاصية الاسكرين ميرورينج او اللي هي الاسمارت فيو في الموبايل بتاعك كل اللي انت عملته استخدمت القطعة الباسف مع وصلة HDMI ووصلت على الموبايل بشكل مباشر اما بقى لو تستخدم القطعة الثانية او اللي هي الاثنين في واحد فبتركب الفيشة او البرت او المدخل اللي هو الHDMI بتركبه في الشاشة عادي جدا في اي مدخل في الشاشة سواء مثلا HDMI 1 او HDMI 2 بتركبه في اي واحد فيهم واتلاقي عندك في الشاشة طبعا مدخل USB فبتجيب الفيشة الثانية واتلا ركبنا في الشاشة الHDMI مع الUSB سيظه معنا الطرف اللي طلع على الموبايل سواء اذا كان ميكرو USB او طيب سي بتوصله بالموبايل وبعد كده بتدخل على الشاشة عندك تختار من زر resource من الريموت البرت اللي انت موصل عليه سواء اذا كان HDMI 1 او HDMI 2 وبعد كده هتلاقي شاشة الموبايل اتعرضت بشكل مباشر على الشاشة اللي عندك كل بساطة وصولة برده مثل القطعة الباسف اللي اتكلمت عنها يعني الموضوع بسيط جدا ده في حالة ان انت عايز تستفيد من شاشتك وتحولها لشاشة تستعرض على الموبايل بتاعك في حالة ان انت مثلا عندك اطفال في البيت او لو حابب تستمتع بانك تتفرج عليه وتيوب على الشاشة او تشغل مثلا موقع معين بيعرض افلام حابب ان انت تستمتع بالمشاهدة من خلال الشاشة بتاعتك تقدر استغل شاشتك في البيت عن طريق الواصلات اللي احكيت عنها الوقت اللي هي الام اتش ال الاتن ان في واحد الاكتف او اللي هي الباسف اللي بتحتاج وصلة HDMI ده بالنسبة لكيفية تشغيل شاشة الموبايل على الشاشة حالة ان الموبايل مفيش في سمارت فيو ولا حتى شاشة سمارت يعني شاشة عادية فده بالنسبة للموبايل وطبعا دي تقدر تطبق على موبايل او تابلت او اي جهاز مفيش اي مشكلة طيب بالنسبة بقى لو عندك لابتوب في البيت او جهاز بي سي او بيرسونال كومبيوتر او جهاز شخص في البيت وحبب برضه ان انت تستعرض شاشة الكمبيوتر او اللابتوب على الشاشة عندك فكل اللي حضرتك ستعمله ان انت لازم يكون معاك وصلة HDMI مثل هذه الوصلة دي طبعا بتيجي بالمتر اللي معي دي تلاتة متر سعرها 100 جنيه وطبعا فيها انواع كثير في السوق يعني انت ممكن تروح تجيب تلاتة متر دول بسعر مثلا اربعين جنيه او خمسين جنيه على حسب المركة والنوع اللي انت شارع تحاول ان انت برضه تجيب حاجة تكون جودتها كويسة جدا والخامة بتاعتها كويسة بحيث انها لا تعمل معك زي نقط مبكسلة او شوشرة في الشاشة وهي شغالة لو انت موصل اللابتوب او الكمبيوتر من خلال الوصلة دي وزي ما حضرتك شايف لما يعرفش وصلة الHDMI تقدر ان انت توصل عليها طبعا الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب او اي حاجة تقدر توصلها على اي مدخل HDMI طبعا اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك فيه مدخل HDMI وشاشة عندك فيها مدخل HDMI تقدر تشتري الوصلة دي من اي شركة او تشتريها اونلاين من امازون في اي موقع اونلاين تقدر تبحث عنها وتلاقيها وتقدر تشتريها وتشتريها وتشتغل بقى عادي مفيش مشاكل ولكن نصيحة تشتريها من شركة او محل مبيلات تعرفه بحيث ان لو فيها حاجة او فيها عيب او حاجة يكون سهل عليك ان انت تسترجعها او قبل ان تشتريها لان احيانا الوصلات دي لو فيه وصلات مضروبة او جودتها مش كويسة بيجي احيانا بايزة او عطلانة وده بيكون عيب مصناعي طبعا فانت الافضل تشتريها من محل او شركة انت تعرفه فكل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتجيب اللابتوب بتاعك برده او الكمبيوتر بتاعك وتوصل عليه الوصلة الHDMI في البرت او المدخل اللي هو الHDMI على اللاب بتاعك وتاخد الطرف التاني تركبه في الشاشة على مدخل الHDMI وبعد كده برضه هتجي على الريموت في الشاشة عندك هتلاقي زر او زر اسمه Source او resource اي ان كان المسمى على الريموت بتاع الشاشة فيظهر لك خيارات على الشاشة من ضمنها HDMI 1 و HDMI 2 فانت بتوصل البرت اللي انت موصل عليه يعني لو انت موصل الكابل في الشاشة على مدخل HDMI 1 فهتختار المدخل اللي هو HDMI 1 من اللي زهر معاك على الشاشة لو انت موصل على البرت او المدخل اللي هو HDMI 2 هتدخل على الشاشة وتختار HDMI 2 وبمجرد أن تختار المدخل المناسب ستجد شاشة لابتوب أو الكمبيوتر التي تعرضت على طول بشكل مباشر على الشاشة وبالتالي أيضا قدرت أن أستفيد من الشاشة التي لديها من خلال أن أحاولتها الجهاز أستطيع أن أستطيع شاشة لابتوب أو الكمبيوتر أو الموبايل أو التابلت وبالتالي أستطيع أن أستفيد منها لو هي ليست سمارت وبالتالي لا يوجد فيها خاصية سمارت فيو وطبعا الوصلات التي أتكلمت عنها الآن سواء الـ MHL التي هي الـ passive أو الـ active الـ 2 في 1 أو الوصلة الثالثة وهي الـ HDMI هذه الوصلات سعرها رخص جدا يعني الوصلة الـ MHL التي هي الموبايل يمكن أن تجد سعرها مثلا بين 40 و 50 جنيه يعني هي ليست غالية على فكرة وعلى حسب القطعة أو النوع الذي تشتريه وعلى حسب المكان والوقت الذي تشتريه منه وطبعا الوصلات والكاملات التي أتكلمت عنها الآن سواء الوصلات الموبايل الـ MHL الـ active الـ 2 في 1 أو الـ passive والوصلة الـ HDMI الخاصة باللابتوب أو الكمبيوتر الوصلات طبعا سعرها ممتاز جدا مقارنة بأنك هتوفر على نفسك تكلفة أن تذهب مثلا تشتري Chromecast أو تبدل الشاشة خالص وتغيرها علشان عايز تستمتع بالشاشة وتحولها لـ Smart أو أنك هتروح مثلا تشتري TV Box Android علشان تحول الشاشة لشاشة Smart لو هي طبعا شاشة عادية فبالتالي أنت بأقل تكلفة قدرت أن تستفيد من الشاشة عندك بدل ما كانت مجرد أن هي شاشة شغالة برسيفر وخلاص تقدر أن تربط عليها اللابتوب أو الكمبيوتر أو حتى الموبايل أو التابلت وبالتالي استفدت من الشاشة في الحالة دي طبعا أنت تقدر أن تستخدمها كأنها شاشة Smart ويكون الموبايل أو التابلت أو اللابتوب أو الكمبيوتر بتاعك بمثابة ريموت تقدر تتحكم من خلاله وتعرض اللي أنت عايزه على الشاشة فإذا الفكرة كلها حبيت أن أنا أفيدكم بيها بخصوص الأسئلة التي تجيلي كيف استفيد من الشاشة التي عندي وهي مش Smart فحبيت أن أنا أنقل لك أقل تكلفة وما هي الوصلات التي ستفيدك في هذا الموضوع والذي تكلمت عنه من الوقت طبعا هذه الوصلات أسعار أرخص جدا يعني وصلة الـ MHL الخاصة بالموبايل سواء Active أو Passive سعرها طبعا يختلف من مكان لمكان أو حسب الوقت الذي تشتري فيه فسعر الوصلة الـ MHL الخاصة بالموبايل سواء Active أو Passive سعرها مثلا عمل حاجة مثل 50-60 جنيه أو على حسب المكان والوقت الذي تشتري فيه أما بالنسبة للوصلة الـ HDMI إلا أن نستخدمها لللابتوب أو الكمبيوتر أو تستخدمها مع الوصلة الـ Passive التي تحتاج إلى الوصلة HDMI للموبايل فالوصلة كما قلت لك فأنا اشتريت الوصلة التي هي 3 متر دي بسعر 100 جنيه طبعا أهم شيء أن تشتري نوع يكون كويس وخامسة كويسة وتجربها في المحل قبل أن تخرج بها بحيث أن لو فيها أي مشاكل تظهر معها وكما قلت لك هناك منها أسعار أرخص وفي منها أسعار أغلى يعني فيه كابلات 3 متر دول بيوصلوا لحد 150 و 200 جنيه وفيه طبعا فيه كابلات تانية ولكن تكون الرضيقة قليلا سعرها ممكن يبدأ من 40 أو 30 جنيه معك فعلى حسب برضه النوع الذي ستشتريه فهذه كانت الفكرة كلها أتمنى تكون استفدت إن شاء الله وعرفت كيف تحول شاشتك التي موجودة في البيت لو شاشة عادية لشاشة تستفيد منها لأقصى حد ممكن أتمنى تكون استفدت إن شاء الله لا تنسى من خالص الدعوات طبعا لو عندك أسئلة أو استفسرات سأبعلي في التعليقات تحت الفيديو ده إن شاء الله أجيب عليها طبعا في النهاية مش أكد عليك لو لسه جديد معي في القناة لا تنسى تضغط على زر سابس كرايب اشتراك في القناة ولايك وشير تفعيل في كل من جرس التنبيات لكي يوصلك كل جديد اشتراكك في قناتنا الثانية سؤال وجاب قصص وحكايات وإذن الله يوصلك كل جديد بنقدمه لك أول بأول إن شاء الله هتلاقي كمان رابط الشراء الخاصة بالكابلات اللي أنا تكلمت عنها الوقت هوفرها لك برضو في موضوع الفيديو ده على موقعنا الإلكتروني وهتلاقي الرابط الخاص بالموضوع موجود في أول تعليق مسبت وموجود في الوصف تحت الفيديو بإذن الله تحية لحضراتكم استنونا في الفيديوهات تانية كتير وفي النهاية كالعادة سبحانك اللهم أبو حمدك أشياء دعنا لها لأنت استغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله اشتركوا في القناة